يوما بعد آخر تكشف الحقائق أن إيران لم توقف نشاطها النووي رغم أن هذه القضية محور صراعها مع واشنطن بحسب التجاذبات المعلنة بين الطرفين فبعد أن كشفت تحقيقات لوكالة الطاقة الذرية عن زيادة طهران نسبة تحصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به بحسب الاتفاق النووي عام 2015 وهو ما أعلنت عنه إيران صراحة بعد كل هذا بيّن تقرير جديد لوكالة الطاقة الذرية أنها حصلت على آثار يورانيوم في أحد المواقع الإيرانية مصدر دبلوماسي لرويترز قال إن وكالة الطاقة الذرية فتحت تحقيقا لمعرفة مصدر جزيئات اليورانيوم في أحد المواقع الذي لم يتم الإعلان عنه وطلبت من إيران تقديم تفسير دون جدوى ما يؤجج التوتر بين واشنطن وطهران من جديد الكيان الصهيوني كان من السباقين في الإشارة لهذه الحادثة حيث سبق لرئيس وزرائه بن يمين نتنياهو أن قال إن إيران تمتلك مخزن نوويا سريا لا يزال نشطا وهذا ما يؤكد افتضاح أوراق الطرفين الإيراني والصهيوني أمام بعضهما معرفة الكيان الصهيوني بالموقع النووي الإيراني يقود إلى علم الولايات المتحدة بالنشاط الإيراني في مجال تخصيب اليورانيوم فوق الحد المسموح به ومع ذلك لم تتعد إدارة ترامب حدود عقوبات لم تحدث أثرا فعليا يحجم حركة النظام الإيراني أو يقلم أظافر ميليشياته في المنطقة الحقائق التي كشفت عنها وكالة الطاقة الذرية لم تكن حدثا مفاجئا يحرج نظام طهران إذ أن ارتياح القادة الإيرانيين في تحركهم الدبلوماسي وتكرار تهديداتهم بنقط شروط الاتفاق النووي لا ينبئ عن خوف حقيقي من خطة أمريكية تستهدف الإطاحة بمنظومة حكم قامت أساسا على فكرة التوسع والسيطرة على طريق تعبد بدماء الأبرياء الذين تقتلهم الميليشيات الطائفية